والله هو حضرتك احنا عشان الجماهير اللي احنا يمكن الماتش ده كان مفيش غير 25 جمهور وجمهور كله كان واقف وراء اسوار الملعب من الخارج فالناس كلها بتشجع يعني لما شوف بقى حضرتك واحد بقاله خمس ساعات واقف الشمس وواقف بيشجع خرف الاسوار مش شايف الماتش وهو بيشجع صوته داخل جوه الماتش انا بقول لحضرتك مفيش عظمة اكتر من كده ان هي دي عشان كده كل الناس دي انت بتنحللها هي مجرد لحظات انك انت ضغط نفسي على كل الناس اللي موجودة في المنظومة وماتش فارق وانت نفسك والناس تفرح الناس وحضرتك وكل الناس اللي في السويس كلهم شايفين قد ايه لحظات لو حضرتك تبصت تلاقي كل الناس اللي في الجمهور بيبكي والمجلس القدرة بيبكي واللعيبة بتبكي كل دي من الفرح بس هو النهاردة الضغط النفسي اللي كان على كل المنظومة كان فعلا كبير فانت بتتحمل مسؤوليات فعشان كده يمكن دي كانت ولدت اللحظة ويمكن احنا كنا وقفين مع الجمهور لما الاجهزة الامنية قالت لنا لازم حد كنا وقفين معاهم على اساس ان احنا كلنا يد في يد مع بعض بحيث ان احنا الماتش كلنا جايين في حب السويس وما فيش اي حد من الجمهور ولا خرج منه لفظ ولا خرج منه كلمة استسيق لأي حد واحنا بنشكر نادي العبور والمستشار طاري على حسن الاستقبال وبنشكرهم وبنقول لهم ان شاء الله يعني ان شاء الله في حفظة افضل ان شاء الله في المواسم الجاية ان شاء الله احنا صرفنا التسعة مليون ونص تسعة مليون ونص انت حضرتك انت عندك عهود لعيبة رغم ان احنا نزلنا بعهود اللعيبة لكن برضو المصاريف المصاريف كتير انت عندك اقامات وعندك المعسكر اللي موجودين فيه المختاربين اكل وشرب فبرضو كل دي الانتقالات كل الملابس كل دي حاجات كلها قدت الى انك انت فعلا يعني والنادي زي ما انت حضرتك كنت عوضه مجلس الادارة وعارف ان النادي الدخله قليل عشان كده بندور على اي حاجة تعمل دخل جدير تتمت على الاعنات الشخصية والصلف وهي دي هو هي دي اللي ماشية يعني انت حضرتك اعضاء مجلس الادارة المحترمين اللي دفعين اكثر من اتنين مليون بالورعة والقلم موجودين في الحسابات الناس دفعة كل ما تملك كل واحد فيهم دافع الاعضاء مجلس الادارة بالاغلبية كلها دفعة ودي متدل على ان فعلا ان الناس بتحب الكيان مش بتحب اي حاجة وانا من منبرك بشكرهم لان فعلا دي حاجة جميلة ان النهاردة حضرتك ابن النادي وعارف ان النادي ممكن تدفع ومتاخدش وممكن الفلوس اللي ليك تاخد ربعها وكل دي الناس ما بتفعروا وما تيجي فلوس وما تيجي موارد فكل دي كل دي بتدل ان الحمد لله يعني احنا الحمد لله انك انت الفرقة لغاية دلوقتي انت النهاردة لغاية شهر ثلاثة كل المستحقات المكافئات لكل دي كل دي مصروفة للعيبة وانت عشان كنت لازم تتحمل كل ده لان اللعيب النهاردة عنده بيت وفاتح بيت وعاوز ياخد مصروفة ما تش هتطالبه ان هو يكسب وينجح وهو مش لاقي يأكل فلازم توفر له الاقامة الكويسة والاكل الكويس وتدي له مستحقاته من عقود ومكافئات عشان كده الحمد لله بفضل ربنا وانا من يعني بشكر وافضل اشكر السادة اعضاء مجلس القدارة يعني لو اتمنى ان انا اذكرهم بالاسم شكرا